ده المقصود بالذهن والسؤال اللي يليه التجديد لأنه دائماً لما بيذكر الذهن بيتكلم عن تجديد الذهن شوف يا عسيس نظار لازم في الأول نعرف كلمة تجديد أو جديد إيه فيه كلمتين في الكتاب المؤدس بيستخدامهم وفي كل الدنيا كمان فيه جديد من ناحية التوقيت فنقول مثلاً يوم جديد أسبوع جديد سنة جديدة مش كده فجديد من ناحية التوقيت وفيه جديد من ناحية النوع فنقول مثلاً إيه كاميرا جديدة استوديو جديد طبعاً فيه استوديوهات قبل كده وكان فيه كاميرا قبل كده نقول ألم جديد أنا معايا ألم انبارح حد الدهولة هدية حلوة هو بس ألم جديد لكن أكيد مش جديد يعني ما حصلش قبل كده لكن هو حصل قبل كده لكن النوع لكن جديد نقول عربية جديدة نقول وظيفة جديدة نقول سكن جديد فجديد إما في الزمن أو جديد إما في النوع لكن الزمن ده حصل قبل كده والنوع ده حصل قبل كده يبقى النهاردة إيه اللي نقصده إذن لما بنتكلم عن عن جديد بالنسبة للزهن الحقيقة لما كتاب مؤدس يكلم عن جديد بالنسبة للزهن يكلم عن شيء جديد خالص إزاي يعني مثلا لما يكلم يقول سماء جديدة وأرض جديدة لما يكلم عن آدم الأول وآدم الأخير أو لما يكلم بصورة أوضح شوية يكلم يقول خليقة جديدة زي ما انت عارف وانت شاطر في حفظ الجواد الكتابية كورينثو الستانية خمسة سبعة عشر اللي بيقول إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة يبقى النهاردة العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا برافو عليك يبقى النهاردة إحنا الفكرة بتاعة خليقة جديدة مش حاجة من حاجة قديمة زي يعني مثلا ألم جديد أو يوم جديد لا حاجة جديدة بالتمام لأن الأشياء العتيقة قد مضت وهو ذا الكل قد صار جديدا يعني يبقى النهاردة الرب بيكلمنا عن هذا الأمر عن تجديد الزهن وبيقول ده شيء جديد خالص مختلف تماما عن الشيء القديم اللي كان عندكم خليقة جديدة وبيطالبنا إن إحنا نعيش بيها فعلا بالفعل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة